موسيقى موسيقى الأسيرين الشديد وأبو فارة في حالة حرجة للغاية يعانيين من فقدان الإحساس بالأطراف هناك غيبوبة مستمرة وقي وهناك غياب عن الوعي نتيجة هذه الممارسات الإسرائيلية دولة الاحتلال لا تقيم وزنا للقانون الدولي ما زالت تماطل في الاستجابة إلى مطالبهم العادلة هم يعانيين وضع صحي غاية في الخطورة ومن هنا من باحث الصليب الأحمر نحن نحمل دولة الاحتلال الإسرائيلي بكل أجهزتها ومستوياتها كامل المسؤولية عن كل التداعيات التي قد تنشأ عن استشهاد الأسيرين أبو فارة وشديد هناك وضع صحي للأسيرين حطاب والعمور أيضا لذاني دخلاني يدخلاني في إضراب مفتوعة عن الطعام منذ عدة أيام أو منذ حوالي أسبوعين دولة الاحتلال الإسرائيلي تضرب بعرض الحائط كل القوانين الدولية وبالتالي لابد من إيجاد آليات ضاغطة حقيقية دولية من قبل المؤسسات الحقوقية والإنسانية لوقف كل هذه التعديات التي تمارسها دولة الاحتلال وهذه الانتهاكات الصارقة للقانون الدولي نواصل ووصلنا رسائل إلى رئيس منظمة التعاون الإسلامي والعديد من الدول والجهات الفاعلة على المستوى العربي والدولي وصلنا رسائل إلى المفوض السامي لحقوق الإنسان وبعثة الصليب الأحمر الدولي في الأراضي الفلسطينية من أجل أن تتحمل مسؤوليتها كاملة في إنقاذ حياة الأسرة نحن سنواصل الضغط بكل الإمكانات المتوفرة من أجل الضغط على دولة الاحتلال للإفراج وضمان حياة الأسرة المضربين عن الطعام على وجه التحديد وأسرانا المرضى أيضا بشكل نام بالروح بالدم نبديك يا أسير يا أسرانا يا أبطال أنتو شعرات الميضان رسالة الفخر والاعتزاز لكم لهذه الإرادة في الإسرائيل عرضناها من سجون الاحتلال الإسرائيلي هذه القامة المقدسية